أسئلة عن القصيدة ماذا تلاحظ حول إيقاع القصيدة؟ ما هو تأثيرها؟ عندما أقرأ القصيدة بصوت عالي، ألفظوها بشكل سريع أغلب الأبيات لها ثمانية مقاطر يستخدم الشاعر قافيتين مختلفتين لهذه السطور كيف استخدمت القافية في هذه القصيدة؟ استخدم ألوان مختلفة سلط الضوء على الكلمات المقفة القافية المستخدمة مثل هذه الأحرف وقافية كل ستانزة بنفس الطريقة كم عدد الصور الطبيعية التي يمكنك إيجادها؟ في هذه القصيدة توجد العديد من الصور الصور الأولى في النهر كل شيء موضوع في علاقة إلى النهر كاميلوت هي الصورة الثانية إنها مكان الفرح والجمال الصورة الثالثة هي الجزيرة التي تشير إلى عزلة السيدة الصورة الرابعة وهي الصورة القوية وهي الشبكة السحرية Describe the island of shallot صف جزيرة shallot من الطريق يمكنك أن ترى جزيرة في وسط النهر تسمى جزيرة shallot On that island there is a small castle في تلك الجزيرة هناك قلعة صغيرة which is the home of the mysteries lady of shallot التي هي موطن للسيدة الغامضة shallot People pass by the island all the time يمر الناس بجانب الجزيرة في كل وقت On boats and on the island على الزوارق وعلى الجزيرة Will hear her singing an airy song وهي تغني أغنية غريبة